منذ أيام تعلمون يا حبة الأكاين بدأنا بذكر الأحاديث الموضوعة التي تنسى بزوراً وبرتاناً إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للتنبيه عليها وقد بدأت دروسي فقلت لكم بعض المصطلحات المتعلقة بشأن الأحاديث الضعيفة والحسنة والصحيحة ونحن إنما نتكلم عن الموضوع المكتوب وأسوق لكم منذ أيام ما قال أكثر أهل العلم بأنه موضوع فإذا انتهيت من سردها سأبدأ بذكر بعض الأحاديث التي حكم بعض المحدثين بوضعها وبعضهم قال لا هي تثور بين الضعيفة وشديدة الضعف إذن ما زلنا نسوق الآن الأحاديث التي قال أكثر المحدثين أنها موضوع قولهم الغناء أو الغناء رقية الزنا أو الزنا هو كلام صحيح لكنه ليس بحديث قال ما معناه لم نفهم ما المقصود منهم الغناء أو الغناء معروف غناء رقية كما الإنسان يدعو لأخيه بالشفاء يرقيه يعني يقرأ الله الفاتحة يقرأ المعوذتين هذه رقية فالغناء هو رقية الزنا يعني هو سبب الحصول الزنا والعياذ من الله تعالى هو كلام صحيح لكنه ليس بحديث سبحان الله هذا مصار حل بالأكثر المسلمين أنه مستسهل الغناء فهي مصيبة الحلاء إذن بهذا اللفظ ليس بحديث قال ليش في حديث تنهى عن اللناء نعم قوله صلى الله عليه وسلم لا تين على أمة زمان يستحلون فيه الخمرة والحرة والحريرة والزنا قال وين ذكر الغناء فيها في لفظ في صحيح البخاري والمعازف يستحلون الخمرة والحرة والمعازف معازف يعني الآلات الموسيقية مع الآغان يستحلون يعبد الله حلالش فيها تمام فهذا هو الدليل وهناك أذلة الموسيقية على كله قولهم الفاتحة لما قرأت له لعله بهذا اللفظ ليس مشتهرا كثيرا ولكن هناك لفظ قريب منه مشتهر أكثر وهو قولهم ياسين لما قرأت له وسيأتي سنأتي عليه في وقته لكن الآن هنا نسرد الفاتحة وياسين كلاهما موضوعا ليس بأحادي ليس بأحادي قولهم إن عثمان رضي الله عنه لما أولي الخلافة رقي المنبر فقال الحمد لله وأراد أن يخطب بالناس فأرتج عليه أرتج يعني أغلق عليه يعني ما بقى يقدر يسوق الكلمات وينظم الجمل ليبدأ خطبته فأغلق عليه فقال توقف قليلا ثم قال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنه من كان يعيدان لهذا الموقف مقالة وإن قال الله سنعد له مقالا ثم نزل فصل من ناس الجمعة وانصرف الناس قال يعني قال هذه الجملتين نزل فيستدل ببعض الفقهاء على أن هذا جائز طبعا هذه القصة كلها مكتوبة لم يحصل هذا مع عثمان رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كان خطيبا وأداءه جيد وكذا وكذا فالاستدلال بها فقهيا وعلميا ورواية غير صحيح أصلا لأنها في الأصل مكتوبة قولهم وهو حديث قدسي ينسبونه إلى الله تعالى من باب التذكير كلمة حديث قدسي أيها الأحبة تعني أن يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيسوق كلامه والفرق بين الحديث القدسي المنسوب لله تعالى وبين القرآن أن القرآن بحروفه وألفاظه ومعانيه من الله تعالى الحديث القدسي المعنى من عند الله أمر الله به رسوله أن يبلغه للناس والألفاظ اختارها رسول الله هو لذلك تصح الصلاة بقراءة القرآن لا تصح بالحديث القدسي الألفاظ بالقرآن من عند الله والحروف أما في الحديث القدسي الألفاظ يختارها سيدنا رسول الله والمعنى نوح به من عند الله ما هو هذا الحديث المكذوب؟ وهو مشهور على بعض ألسنة الشيوخ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبيعرفوني لعل بعضهم يسمع ببعض هذه الكلمات أول مرة لكن من يحضر في مجالس الشيوخ طبعا أنا كنت أسمعه ببعض شيوخنا عبر سنين متقابلة سبحان الله فهذا ليس بحديث لا قدسي ولا غير شيء هو حديث موضوع مكذوب قولهم هذا حديث شهير الآن وهو مكذوب لعن الله الكاذبة ولو كان مازحا لعن الله الكاذبة ولو كان مازحا هذا حديث مكذوب لا يصح قال إذن بناء عليه يصح أن نكذب فنمزح لا لا لكن هل هو حديث بهذه الصيغة أيضا لا انتهت الكلام إذن ليس بحديث من جهة ولا يحل الكذب في المزاح من جهة أخرى مرة قال بعض الإخوة كيف سأمزح إذا ما في كذب يعني أنت أخترع قصة حتى أضحك الناس أو أمزح ورد في الحديث ويل لمن يكذب فيضحك الناس ويل له ويل له فما هي قضية سخرية نحن ما نعيش سخرية في حياتنا ما هو بعض الإخوة يقول من أجل التنفيس عن أنفسنا إلى بأس أن نتسامر يعني ضروري أن نكذب حتى نمزح ونضحف سبحان الله يعني ضروري هذا في الحياة حتى الإنسان ينفس عن نفسه أو يروح يقرأ قصص الصالحين يا أخي هي نوع من التسلية وفيها فائدة وعظة وعظرة مثلا أو لا مأسا يقول كيف حالك أو ينزح ولا يقول إلا حقا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليش في مزح حق طبعا قطعا فيه وأمثلته كثيرة أضرر مثالا واحدا فقط لأن أمثلته كثيرة جاءت مرة صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز فقالت يا نبي الله أدر الله أن يدخلني الجنة قال إن الجنة لا تدخلها العجائز فولت المرأة تبكي قال تعالي تعالي تدخلينها وأنت شابة قال تعالى إنا إنشأناهن إن شاء كاملولي فجعلناهن أبكارا عروبا أكراما الختيارات ينشئهم الله نشأة أخرى فيصبحن فيصبحن كأجمل النساء وكذا العجائز من الرجال يصبحن كأجمل الرجال فتدخلينها وأنت شابة فداعبها ولم يقول إلا حقا جاءه رجل آخر فقال يا نبي الله أحملني أعطيني داب بأركبها وأذب إلى قومي أنا فقير بطريقي بعيد قال أحملك على ابن الناقة بعطيك ابن الناقة يعني جمل صغير في ظني هذا الرجل قال يا رسول الله لا يحملني أنا اسمين وإندي شيني هذا فقال لا أحملك إلا على ابن الناقة فولد الرجل قال تعالي قل تلك الناقة ومضي أغذك الجمل ومضي قال يا نبي الله قلت تحملني على ابني الناقة قال أليس هذا ابن الناقة إذا أنت عملك سبعين سنة الله أبوك ملك أب إلا أنا عمو مئة سنة إذا فيه مجيحة معنا أنت ابن أب وهذه ابن الناقة سبحان الله فداعبه لكن بالحق لا بلكذب نعم فهذا الكلام إذا الغيو صحيح لا على الضار الكاذبة ولو كان مازيحة قولهم وهو شهيرا أيضا لهدم الكعبة حجرا حجرا ويقوله بعض الشيوخ الكبار لزوال عفوا لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل امرئ المسلم ليس بحديث ما الأحاديث في هذه القضية ما أخرجه مثلا الإمام مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ المسلم ذا كأين في صحيح المسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ المسلم إذا ما يقضي استهدار في قتل المسلم حجرا وكلا لكن نحن نذكر إيش ما ثبت على رسول الله وننبح على الكذب على لسانه ولو كان كلاما يسيرا كذلك حديث آخر أخرجه ابن ماجة في ضعف قوله لما نظر رسول الله يوما إلى الكعبة قال ما أطيبك ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك سيدنا النبي ينظر يا الكعبة إلى بيت الله المشرف كما روى ابن ماجة والإسناد متقارب يعني حسن قال ما أطيبك وما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك سبحان الله عند من يعين استهدار الكلام أما من لا يلبع فدماء الناس وأموالهم وأعورضهم عندهم كبهة الهواء والعياذ بالله هذا فليراجع أصلا إيمانهم إن كان مؤمنا قولهم ينسبونه أيضا حديثا قدسيا يرويه بعض الشموخ لولاك لما خلقت الأفلاك يعني الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول لولاك ما خلقت الأفلاك جمع الفل الفلك لولاك ما خلقت الأفلاك ويستدلون به على أنهم الله تعالى خلق كل شيء من أجل محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث مع الله يعني ينسب طبعا ما هو ينسب ذلك إلى رسول الله لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسى ليس بحديث كذب هذا ولا يسحه أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه الكلام صحيح لكن اللوف ليس بحديث ما اتخذ الله وليا له جاهلا ولو اتخذه وليا لعلمه الكلام معناه صحيح لكن هل هو حديث لا ليس بحديث قال كيف المعنى صحيح الجحال في الدين لا يكونون أولياء الله عز وجل قال يعني ليش يا أستاذ أنا اشهر الفكرة يعني ليش الجاهل ما يكون وليا كيف سيصلي لهذا وهو جاهل كيف سيتوضى وهو جاهل كيف سيؤدي مثلا الحج إذا ذهب إلى الحج والوجاهل قال يسأل إذا سأل صلى عالم مو شط يكون عالم له عمامة يعني تمام ما قصد اللي هون الجاهل إنه جاهل يعني يحط العالم له عمامة والجاهل ما له عمامة لا 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 أبدا الجاهل يعني الذي لا يعرف أصول دينه هذا جاهل فهذا كيف يكون وليا لله إن تعالى وهو يجهل أصول دينه فإذا تعلم أصول دينه خرج بكونه جاهلا تمام ما هو شط كمان يحفظ كل أعمال الفقر قصد كل أفكار وما ورد من معلومات في الفقر هذا يسمع من أجل العلماء لا المهم أنه يعرف أصول دينه فهذا ليس بجاهل أما جاهل لا يدري أصول دينه ثم نقول عنه وليه عجيب هذا وفي هذا أختم بذلك كان يدرج بين بعض أجدادنا ومن سبقهم قد يرون رجلا يقولوا على ثيابه فيقولون هذا ولي يرون دير بالك حسف يا باعم طيب يقول على ثيابه يا ده يا رجل يقول في الشارع أمام الناس لم يبقى أولياء الله غير هؤلاء قد إيه هذا إله سر طيب سره لو أحده من فعله سره أنا كمسلم أنا أنتفع بسره أنا على زعمك أن له سرًا له سر لنفسي سره ليس بي ألا ما تعبد الله بأسرار الناس ما قال لي روح تشوف على أسرار الناس فسر لنفسه إذا كان له سر على زعمه فتراهم ينظروا إلى ناس ثيابهم يعني سيئة رائحتهم كريهة سيدنا رسول الله الذي يقتدي به الناس المسلمون كانت رائحته طيبة نبهنا إلا أن مما يدخل النار ويركون سبباً لعذاب القدر أن عدم التنزغ من البول فكيف تقول مثل هذا الكلام يا أخي الكريم هذا كما قلت كان دارجاً عند بعض أجدادنا ومن سبقهم وأصلحهم الله الآن قد يكون هذا الإنسان فيه شيء من جذب فهو غيره محاسب قد يكون واحد مجذوب الله ما يبحاسبه عاده رائح بس مو تساوي ولي مجذوب الله ما رح يحاسبه يا أخي لكن تساوي ولي انت تقبل إيده وإجره إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام بالله عليك؟ هذا الكلام بعد أن تطورت صار الجيل الذي سبب بعدهم بعد أجدادنا الأبناء الذين نشأوا في يعني من خمسين ستين سنة وصاروا مثقفين صاروا يضحكون على أبائهم يقول لك هذا وليه يضحك على أبائهم طيب حسبي الله ما يعني السدازة السداجة ليست من ديننا واحد جذبة سبحلة لهذا مروا من أهل الدين قال ليك سبحلة العزين وما تنسب ذلك للإسلام شوالجذبان ما في الإسلام جذبان في صحاوة في وعي في إدراء في معرفة في علم وهذا لا يمنع كله هذا لا يمنع أن يكون قلبي تقياً نقياً وقلبك وقلبه فلان نحن لا نتكلم عن نقاوة القلب وصفالي نتكلم عن إنسان لا يعرف شيئاً جاهل في كل شيء ورائحته سيئة ويقول في ثيابه ثم يقال عنه هذا ولي فلذلك هذا ليس بحديث لكن المعنى فيه ما اتخذ الله ولياً جاهلاً المعنى صحيح اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا لما علمتنا وزبنا علماً في الدين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة